وأنا بهذه المنسبة أصالح بينهم أنا ما يهمنيش فاتن حمامة سيدة الشاشة فاتن حمامة هي فاتن حمامة هي على قمة قمم ممثل مصر سيدة الشاشة أو فوق ما يزيد أنا يكفيني فاتن حمامة إزماً تقول لي فاتن حمامة أنحني وأنثني تقول لي عاد الإمام أنحني وأنثني عبقري لا هذا محتاج لأن يوصف ولا فاتن محتاجة إلا أن توصف ما أنتش عجبك يا مريم إنها تبقى سيدة الشاشة هي سيدة التمثيل السينمائي ولا يستطيع أحد أن يجحد هذا تاريخها عبق تاريخها طويل جهادها عظيم كما أن جهادك عظيم أما عاد الإمام صديق الحبيب فهو عبقري وهو ليس كوميديان مقصود أن يخاطبني بنكتة أو بتصرف أو بإيماء لا عاد الإمام يخاطبني في عقلي فيملكني ومن يخاطبني في عقلي يحترمني وعاد الإمام يحترمني ويحترم مريم ويحترم فاتن ويحترم تاريخ كل من سبقه ومن لحقه أرجو أن يكون في هذا مصالحة لأني أحب الثلاثة بذات الدرجة يعني واضح الحب الشديد والتقدير الكبير لك أنا الكلام اللي قاله لابين معه وضع بقيت أستاذة وخدت الدكتورة ده أول أول الكلام تاني حاجة نعم فاس الحمامة اسمها كفاس الحمامة أهم من سيدة الشاشة يعني بتعتمدني على التلقيب للفنين إنما ليه اللخب أولا سيدة الشاشة رأيي أنا برضو أنا متبسكة بي هقولك ليه لأن مستفز لي نحنا كلنا في سندريلا الشاشة في مبسلة الجماهير نادية معبود الجماهير اه ايه معبود الجماهير معبود الجماهير مش جاي عليه نحنا سيدة الشاشة دي مستفزة لي نقلية والهندروس والناديا روس في كلنا محتررين على الحكاية دي شكتبالك بس انت شجاعة بتقوليها على المسرح يعني يعني انت شجاعة وبتقوليها على المسرح أنا بقولها ايوا تبقى بنت عم بنتي ودي قاربتي يعني يعني في بنا روباط دام اكيد طبع سلفتي في يوم الايام فأنا مش هارض في فاتر حمامة وخصوصا دلوقتي يعني ده احنا احنا الاتنين الجملة دي بقت غير ذات موضوعنا هزا يعني اكل عليها الظهر وشارب وانا نفسي اكل عليها الظهر وشارب وفاتر حمامة نفسها يعني مفيش مجال ان احنا نعود في بعض عارفة خالي رد فعلي فاتر حمامة ايه على التصريحاتي مفيش رد فعلي يا عمراء ما ردت فعلي خالي مفيش مشكلة هو عاد الامام تشاب بس اصد دي حاجة بقى لخمس ست سنين كنت في لبنان فالراجل بيقول ايه رأيك في سيدة الشاشة قلت ايه اللقب دا مستفيد يعني يعني احنا جواري مثلا ودي ستنا مثلا يعني مش حلو في مليون لقب في سندريلات السينما العربية بحدش احترم مش عارف بيثقال الالقاب الا دي سيدة الشاشة انا بنحس ان احنا بقينا الا كلنا بقينا الا عن سيدة الشاشة طب ما تقال عليكي ملك السينما وجيكاندة السينما العربية ورقيقة السينما سيدة الشاشة يعني هي ست العالم كله ومكالسوم سيدة الغناء العربي مفيش حد فتح بقق قريب من المكالسوم هي تستاهل اللقب دا انما فاتن حماد بينا وبينها يعني انا عاملة افلام احسن من الافلام اللي هي عامله هي عاملة دعاء الكروان انا عاملة خمسين فيلم احسن من دعاء الكروان الحقيقة جماهيريا وفنيا وبتاع بني وبينك ما تستاهلش ابدا اللقب ان تبقى ستنا من اللي هي ما تكلمتش اللي شتاب نبقى عادل امام